دهون البطن دي هي دهون بتتراكم بين الأعضاء وحواليها زي المعدة والأمعاء وبينتج عن التراكم ده سموم بتأثر بالسلب على العمل الأعضاء دي دهون البطن مش بس مشكلتها في إن شكلها مزعج بالعكس دي ممكن تكون أبسط المشاكل لكن خطورتها في إنها بتعتبر مخزن لأمرات كتير زي اللي ذكرتها لك فلو حب تبعادي عن كل المشاكل دي وتفقد دهون منطقة البطن لازم تعمل نظام غذائي غني بالألياف وتبعادي عن السكر الأبيض والسكر اللي موجود في المشروبات الغازية بالإضافة طبعاً لممارسة الرياضة يعني على أقل فضي نص ساعة من يومك كل يوم وخاصصيه للرياضة في البيت أي تمارين سهلة وبسيطة أو حتى تنزلي تتمشي المهم تعملي أي نشاط يساعدك على الحركة ويكون جزء من روتينك اليومي خليكي عارفة إن البطن عضلة زيها زي أي عضلة في الجسم وإن تمارين البطن بتقوي عضلات البطن وتشدها لكن مش بتخسس البطن ولا بتنزل الكرش نظامك الغذائي وأكلك الصحي هو اللي هيحدد لك نسبة دهونك ومن الآخر كده أحب أقولك انسي فكرة أنا هاكل كل حاجة بس بكميات قليلة لأن لازم أكلك يكون صحي أي أن كان هدفك انسي أحزمة البطن والملابس الحرية ملهاش لازمة زي ما قلت لك في أول الفيديو ما تمنعيش النشويات والدهون والمياه يعني إنك تاكل كرب ده مش هيخلي عند الكرش الكرب مصدر طاقة مهم جداً للجسم وللمخ لكن لما تاكل كمية أكبر من احتياجك ده اللي بيجيب دهون وكرش كمان إنك تاكل دهون ده مش معناه إن انتي هيبقى عند الكرش في حاجة اسمها دهون صحية زي زيت الزتون أو المقصرات بنعمل إيه أو إيه الحل؟ ببساطة هتعملي نظام متوازن ما بين الكرب والبروتين والدهون الصحية وشرب المياه بشكل طبيعي وتمارين للجسم كله وأنا هسيب لك كل اللينكات اللي تحتاجيها في رابط في أول كومنت هتقدري تحسيبي سعراتك وتعرفي السعرات الموجودة في الأكل في كل 100 جرام قد إيه بالنسبة للتمارين أنسب شيء مع الكلام اللي فوق ده هو ممارسة تمارين الكارديو وتمارين البط مرتين في الأسبوع مع جدول تمارين المقاومة بتاعك امنعي حلويات فاست فود والمقلي والبيبسي والسكر والضيق الابيض والمعجنات ووعد مني هتلاقي بطنك فلات ومجدودة وهتشوفي نتائج هتبهرق لازم تغذي بالك من نقطتين مهمين النقطة الأولى هو أنك لازم تغذي كفايتك من البروتين علشان تحفظي على القطلة العضلية في جسمك والجسم ينزل من الدهون مش من العضلات أما النقطة التانية لازم تتبع نظام غذائي مناسب وما يكونش قاسي جدا ويفضل طبعا أنه يكون صحي وكمية الدهون فيه منخفضة وده لأن نظام الضيط القاسي بيدخل الجسم في مرحلة حرمان والجسم بيبدأ يترجم الضيط القاسي ده على أنه مجاعة فبيتمسك بالدهون اللي فيه كوسيلة للدفاع عن الجسم وسلامته وغالبا ما حدش أبدا بيقدر يستمر فيه نزول الدهون معانا هيكون تدريجي بس هيكون صحي وهتقدري تستمر عليه المهم بالنسبالك هو الاستمرار النتيجة السريعة مش هتقدري تحفظي عليها ومستحيل تكون من الدهون بس علشان كده ما تستعجليش على النتائج أبدا وحاولي يكون ده نظام حياتك بعد كده انسي الوجبة الفري المليانة دهون في بداية الضيط فترة حوالي من 3 ل 4 شهور دخلي الرياضة في حياتك ويومك العادي ابدأي حتى بالمشي ولو ساعة في اليوم وطوري من نفسك لحد ما توصلي أنك تتمراني من 4 ل 5 أيام في الأسبوع طوري من أكلك وعمليه بطريقة صحية لأن الأكل الصحي سعراته قليلة وبكده هتقدري تأكل كمية أكبر من الأكل الصحي لو قرنتيها بكمية الأكل غير الصحي اللي فيه نفس كمية السعرات الحرية وبالتالي هتتجنبي الشعور بالحرمان لو وقعتي في وجبة فري مليانة دهون ولقיתי نفسك أكلتي كمية كبيرة من الأكل بلاش ترهيقي نفسك وتأنبيها كتير لأن ده بيحصل معانا كلنا فقري دايما في الحل على طول وخلي أكلك في اليومين اللي بعد الوجبة دي منخفض في الكربوهايدريت التمارين عموما نوعين تمارين كارديو ودي هتبقى مفيدة جدا لنزول الدهون اللي في الجسم عموما مهما كان مكانها وهتعلي من حرق الجسم للدهون فأنتي طول ما عندك دهون مترقمة زاودي من الكارديو بتاعك وجيبي أخرج فيه على قد ما تقدر تمارين الكارديو هتكون زي الجري ونط الحبل والمشي السريع أو أي تمارين بيحرق جسمك كله وبيعلي ضربات قلبك أما النوع الثاني من التمارين هو تمارين المقاومة تمارين المقاومة هو أي تمارين العضلة فيه بتقاوم وزن سواء كان وزن الجسم أو وزن خارجي زي ضمبل أو أجهزة حديد أو حتى أساتك المقاومة أنت بالنسبة ليكي كبنت فالأفضل أنك تعملي تمارين المقاومة الخاصة بالبطن بدون أي أوزان خارجية اعتمدي بس على وزن جسمك لأن الهدف من تمارين البطن هو أنك تقوي العضلات بتاعة البطن وتشدي الجلد في منطقة البطن وتتجنبي التراهولات اللي بتكون موجودة بعد ما دون البطن بتنزل مش هدفك خالص أنك تضخمي العضلات وتبرزيها زي الولاد التمارين مهم بس مش بأهمية التغذية وعلشان كده كلمتكم في التغذية في الأول لأنها الأساس في التخلص من دهون البطن وكمان عشان لو عملتي تمارين للبطن من غير نظام غذائي مناسب ليكي مش هتلاقي نتيجة بل بالعكس لو بتعملي تمارين للبطن وبتكلي أكتر من احتياجك فأنت كده بتضخمي عضلات بطنك زي الشباب والعضلات دي حجمها هيزيد وهيجبر وهو لسه الدهون متراكمة فوقيها فهيبقى شكل بطنك أكبر ودي مشكلة بتحصل مع بنات كتير ما بتكونش فاهمة ودلوقتي خليني يبدأ معاك التمارين بتاعتنا وأول تمارين معانا هو البلانك البلانك هو واحد من أفضل التمارين لتقوية عضلات منطقة البطن والجزع اللي ممكن تعمليها بكل سهولة في البيت كمان البلانك بيساعدك على تحسين ودعم منطقة العمود الفقري هتنفذي التمارين بالشكل الموجود قدامك على الشاشة حاولي تثبتي في الوضع ده على قد ما تقدري وخلي جسمك مفروض بشكل مستقيم في البداية لو أول مرة تعملي التمارين ده ممكن ما تقدريش تثبتي أكتر من 18 ثواني بس لكن مع الاستمرار على التمارين مستواكي هيتقدم تاني تمارين معانا اسمه سايد بلانك التمارين ده بيقلل الضغط على العمود الفقري وبالتالي بيساعد في منع مشاكل الظهر وبيقوي عضلات البطن هتمدي رجليكي وتنامي على جنبك اليمين زي ما انت شايفه قدامك في الفيديو بحيث يكون كوعك اليمين تحت كتفك هترفع الجزء الأسفل من على الأرض وهتثبتي في الوضع ده من 10 إلى 15 ثانية هتكرري نفس الشيء على الجنب التاني هنعمل التمرين ده 3 مجموعات في 10 ثواني تالت تمرين معانا اسمه سيتابس تمرين بيقوي عضلات البطن بشكل فعال جدا هتنامي على الأرض بنفس الوضع اللي قدامك على الشاشة هتخلي إيدك وراء راسك بدون ما بتضغطي على فقرات الرقبة هتثبتي الجزء الصفلي وهتطلع بالجزء العلوي بس ناحية رجبتك حفظي على عملية التنفس في التمرين علشان تأدي التمرين بشكل كويس تمرين سهل وبسيط ومن التمرين القوية جدا للبطن واللي بيساعد على زيادة قدرة التحمل وبيقوي عضلات البطن وهو زي تمرين السيتابس بس الاختلاف إنك مش هتقومي بشكل كامل هتنامي على الأرض ورجبتك متنية وإيدك وراء راسك وتبدأي ترفعي جزءك العلوي زي الفيديو حاولي تحسي بالشد في عضلات بطنك وخليك مركزة في التمرين هنعمل التمرين ده من 12 ل 15 عدة في 3 مجموعات تمرين دول كافيين إنهم يشغلوا عضلات بطنك كلها ويشدوا الترهولات اللي في الجلد اعمليهم كلهم وانت محافظة على بطنك مشدودة ومنظمة نفسك وبالتكرار اللي تقدري عليه أو اعملي كل تمرينة لمدة 45 ثانية ورياحي 15 ثانية خلي الستوب وتش جنبك تساعدك في حساب الوقت بعد ما تنهي التمرين اعملي كارديو على قد ما تقدري وزودي تدريجيا مع كل مرة تمرين البطن هتعمليها يوم وتريحي يوم الكارديو اعمليه كل يوم لو تقدري أو 5 مرات في الأسبوع لحد ما تتخلصي من الدهون الزيادة في جسمك ولو استمرتي على التمرين والتغذية المناسبة هتلاقي نتائج مؤكدة وملحوظة جدا خلال شهر لازم تشيلي أوزان وتزودي الأوزان بشكل دوري وده بيجي باستمرارية لسنين وإنك تعتبر اللعبة دي جزء من حياتك فلو الموضوع إنك تشدي جسمك وتخسسي وسطك وما يكونش في بطن وتلبسي لبس يليق عليك ويبقى شكلك حلو تقدري تعملي ده بشكل كويس جدا وانت في البيت أنا سيبالك نظام تمرين في البيت مجاني طبقيه في البيت وهتلاقي نتائج ممتازة الأهم كمان من ضمن الحاجات اللي بنغلط فيها ومش بنطبقها كويس هي نقطة الأكل هتدخلي على أول تعليق تحت الفيديو ده وهتلاقي آلة حسبة بتحسب السعرات الحرارية هتلاقيها بالعربي وسهلة جدا بتدخلي بس وزنك وطولك وسنك وهتلاقي بند صغير بتختاري منه نشاطك اليومي يعني انت نشاطك اليومي عالي ولا متوسط ولا خامل وبتضغطي احسب وهيجيلك حساب السعرات هيطلع لك مثلا ألفين سعر حرار يبقى هتاكلي تقريبا ألف وخمسمائة سعر حرار ما تاكليش زيادة عنهم في يومك وابدأ اتمرني كويس لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر